سوف نبدأ بدرس مساحة الدائرة مساحة الدائرة هي المنطقة الملونة باللون الأزرق من الدائرة هاي المساحة الزرقاء كلها عبارة عن مساحة الدائرة أما الخط الأحمر الموجود عندنا يعبر عن محيط الدائرة لدرسنا في الدرس السابق والمنطقة الزرقاء هي مساحة الدائرة اللي هي درسنا اليوم مساحة الدائرة نحسبها عن طريق قانون اللي هو باي نون قاف تربيع اللي هو نصف القطر تربيع في باي باي قيمة ثابتة ممكن استخدام 3.14% أو استخدام قيمة باي الثانية اللي هي 22x7 هم قيمتين متساويتين ولكن نستخدمها حسب الرقام الموجودة في السؤال لتسهيل الحل نبدأ عندنا هون في هذا الدرس اللي هو قانون نكون نحافظينه لمساحة الدائرة نبدأ بالمسألة الأولى جد مساحة الدائرة طول نصف قطرها 7 سنتيمتر أولا نبدأ بوضع القانون مساحة الدائرة 22x7 اللي هي قيمة باي المناسبة لهذه المثال نضربه ب7 تربيع هلأ أنا عندي 7 فالمناسب لها هي 22x7 هلأ مربع السبعة 49 49 نستطيع اختصارها مع السبعة السبعة فيها واحد السبعة فيها سبعة هلأ 22x7 يساوى 154 سنتيمتر مربع المساحة وحدتها سنتيمتر مربع المساحة وحدتها فيها تربيع مسألة أخرى جد مساحة كل من الدوائر الآتية الدائرة الأولى معطيني فيها القطر 4 سنتيمتر والدائرة الثانية أعطاني نصف قطرها 20 سنتيمتر الدائرة الأولى نستطيع حسابها ولكن أولا نريد حساب نصف القطر نقسم القطر على ثانين نضع مساحة الدائرة تساوي با ننقف تربيع مساحة الدائرة تساوي 3.14% وهي قلمة باي ضرب مربع نصف القطر نصف القطر طبعا هو 2 2 تربيع 4 تقريبا الجواب 12.56% سنتيمتر مربع النسبة للدائرة الثانية نصف القطر جاهز مساحة الدائرة تساوي 3.14% ضرب عشرين مربع تقريبا 3.14% في 400 تقريبا 1256 سنتيمتر مربع مثال آخر دائرة مساحتها 154 سنتيمتر مربع احسب طول قطرها هلأ ما اعطيني هو المساحة اطالب القطر كامل اولا نحسب نصف القطر بعدين نضربه باثنين نجد القطر مساحة الدائرة معلومة اللي هي باين ونقاف تربيع نحسب نصف القطر من قانون مساحة الدائرة بعد ما اطلعه باضربه باثنين ايجاد القطر اذا من المسألة نعوض مساحة الدائرة اللي هي 154 تقريبا باي 3.227 154 في 227 ضرب نون قاف تربيع هلأ نعيد كتابة هاي المعادلة بشكل اخر بسهولة الحساب نضرب الطرفين بالمقلوب 22 على 7 لهو 7 على 22 في الطرفين للمعادلة يعني نضرب الطرفين ب7 على 22 نضرب الطرف الاول ب7 على 22 والطرف الثاني ب7 على 22 اللي هن يمكن ان نختصر 154 على 22 فيها 7 22 على 22 فيها 1 وهون نختصر الجهتين مع بعض اللي هي 22 على 7 مع 7 على 22 يعني 7 على 7 49 49 تقريبا تساوي نوقف تربيع نجد الجذر للطرفين ننقاف ساوي 7 سنتيمتر اذا ننقاف 7 سنتيمتر بس هو طلب مني القطر فنريد ضربها ب2 7 في 2 يساوي 14 سنتيمتر مثال اخر دائرة محيطها 44 سنتيمتر احسن مساحتها هاي المسألة هون ربط بين المحيط والمساحة يعني لازم نكون حافظين قانون المحيط وقانون المساحة لحساب هذا السؤال يعني بدي اوجد نصف قطر من المحيط واحسب المساحة بعدها نبدأ بقانون محيط الدائرة 2 باي نون قاف محيط الدائرة 44 تساوي 2 ضرب 22 على 7 في نون قاف واستخدمنا 22 على 7 على سهولة الاختصار يعني 44 تساوي تقريبا 44 على 7 في نون قاف نحن نتخلص من الكسر نضرب بمقلوبة في الطرفين لما نضرب المقلوب للطرفين نعيد كتابة المعادلة نضرب الطرفين ب7 على 44 للاختصار رح اضربه ب7 على 44 والطرف الاخر ب7 على 44 والكسر اللي هون مع الكسر رح يروحه يعني اي كسر ضرب مقلوبة ويساوى 1 فهذا الطرف ضل عندي 7 وضل عندي نون قاف يساوي 7 سنتيمتر بهاي الحالة طلعنا نصف القطر والان نحسب المساحة مساحة الدائرة يساوي باي نون قاف تربيع باي 22 على 7 ضرب 7 تربيع 22 على 7 ضرب 49 نختصر السبعة فيها واحد على 49 على سبعة فيها سبعة يساوي 154 سنتيمتر مربع المسألة هاي كان فيها محيط ومساحة حسبنا المحيط حسبنا نصف القطور ثم اوجدنا المساحة مثال اخر شكل الات يمثل دائرتين متحدتين بالمركز عندي دائرة وفي داخلها دائرة اخرى صغيرة الملون الابيض متحدتين في مركز طول نصف قطر الاولى 2 سنتيمتر الدائرة الابيضة نصف قطرها 2 سنتيمتر وطول نصف قطر الثانية 5 سنتيمتر الدائرة الكبيرة جد مساحة المنطقة المضللة باللون الاخضر نهاي المساحة باللون الاخضر بدي احسبها حتى احسبها لازم احسب مساحة الدائرة الكبيرة الخارجية ثم احسب مساحة الدائرة الداخلية الصغيرة واطرح المساحتين من بعض حتى استطيع ايجاد مساحة المنطقة المضللة تساوي مساحة الدائرة الخارجية ناقص مساحة الدائرة الداخلية يعني مساحة المنطقة المضللة بدي احسب فيها اولا مساحة الدائرة الخارجية ناقص مساحة الدائرة الداخلية يعني نعود بالمعادلة نستطيع حسابها ومساحة الدائرة بشكل عام اللي هي باي نون قاف تربيع ونعود نصف القطور بما يناسب كل دائرة الآن نعود 3.14% 5 مربع ناقص 3.14% 2 مربع يساوي 3.14% في 25 ناقص 3.14% ضرب 4 نحسب بطلع معي 78.5 ناقص 56% نترحم 65.94% سنتيمتر مربع هي هاي مساحة المنطقة المضللة يعني أن تجنع مساحة المنطقة المضللة من حساب الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة مثال آخر شطيرة دائرية الشكل طول نصف قطورها 15 سنتي جد كل مما يأتي بدلالة باي نحسب مساحتها ومحيطها المساحة بدلالة الباي معي نصف القطر ننخليها زي ما هي أمامنا نعوض قيام لباي ونحسب المحيط الحال مساحة الدائرة تساوي باي ننقاف تربيع الباي ننخليها زي ما هي ما رح نغيرها ننقاف معطاة في السؤال 15 تربيع يعني باي في 15 تربيع يعني 225 باي سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع اللي هي وحدة قياس المساحة محيط جساوي نين باي ننقاف ورح نخلي باي كمان هون زي ما هي نين في باي في 15 يساوي 30 باي سنتيمتر المحيط نحسبه بوحدة السنتيمتر مثال آخر مسبح قاعدته دائرية الشكل المسبح عندنا دائري الشكل طول نصف قطره 14 متر أنا عندي نصف القطر 14 متر كم بلاط مربعة الشكل طول ضرح 50 سنتيمتر نحتاج لتبليط هذا المسبح يعني عندي هذا المسبح قاعدته دائرية نصف قطرها 14 متر دائرية بلطها بلاط كل بلاط طول ضرح 50 سنتيمتر كم بلاط نحتاج لتبليط هذا المسبح كامل فكرة الحل تعتمد على الشكل أول شي رح أحسب مساحة القاعدة الدائرية كاملة بعدين بعدين بطرع مساحة البلاط المربعة كم مساحتها وأقسم مساحة القاعدة الدائرية على مساحة البلاطة وأنتج كم بلاطة بحتاج أولا مساحة قاعدة المسبح الدائرية باي نونقاف تربيع مساحة القاعدة وهي أنا عندي نفس مساحة الدائرة باي نونقاف تربيع تساوي 22 على 7 ضرب 14 تربيع اخترت 22 على 7 لسهولة الاختصار هلا أنا عندي 14 تربيع 22 على 7 ضرب 196 بختص مع 7 196 تقسيم 7 فيها 28 على 7 فيها 1 يساوي 22 ضرب 28 يساوي 616 متر مربع نهي مساحة القاعدة الدائرية للمسبح نحسب مساحة البلاطة المربعة المربع مساحته نعرفها لنها طول الضلع في طول الضلع طول الضلع معطا في السؤال وهي 50 سنتيمتر بس أنا عندي نصف قطر الدائرة بالمتر فما بصر أستخدم محدتين مختلفتين لازم أواحد الوحد فبحول السنتيمتر إلى متر بقسم على مية يعني 50 تقسيم مية يساوي متر وهذه القيمة سأعوضها لحسابة مساحة البلاطة 50 على مية ضرب 50 على مية يساوي 2500 على 10 آلاف يساوي 25 بالمية متر مربع مساحة البلاطة المربعة وحسبنا هيك المساحة القاعدة المسبح ومساحة البلاطة مربع لحساب عدد البلاطات بقسم مساحة قاعدة المسبح على مساحة البلاطة يساوي 616 على 25 بالمية نقسمها مع بعض بعطيني 2464 بلاطة تحتاج لطبليط هذه القاعدة الدائرية للمسبح مثال آخر وهي مسألة الأخيرة سجادة دائرية الشكل طول نصف قطرها متران يعني نصف قطرها 2 متر إذا كان 8 متر المربع الواحد 10 دانير فما ثمن السجادة يعني عندي هاي السجادة دائرية نصف قطرها 2 كل متر 8 10 دانير كم ثمن هاي السجادة الحل ببساطة نحسب مساحة الدائرة كاملة ونضرب المساحة بسعر المتر الواحد ونحسب بسعر السجادة مساحة السجادة الدائرية يساوي باي ونقاف تربيع ونقاف اللي هي 2 3.14% ضرب 2 تربيع يساوي 3.14% ضرب 4 يساوي 12.56% متر مربع اللي هي مساحة السجادة الدائرية الآن نحسب الثمن بسجادة ثمن السجادة ساوي مساحة السجادة ضرب 8 المتر المربع مساحة السجادة 12.56% ضرب 8 المتر المربع الواحد عشرة منزحة الفاصلة منزلة واحد بعطيني 125.6 دينار ثمن السجادة وشكرا لكم نرجو الاستفادة مما شرحنا ترجمة نانسي قنقر